السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء طلاب الصفة الأول الثانوية الفرع الألبي تحية طيبة وبعد اليوم راح نكمل الموضوع اللي تكلمنا فيه الحصة الماضية كان تحت عنوان دفتر اليومي دفتر اليومي أو التسجيل في دفتر اليومية أخذنا الطريقة الأولى أو الشكل الأول لدفتر اليومية إنه عمليات حسابية وقايد حسابي بجيك سؤال بدك تحليلي وتنقل لدفتر اليومية تنقل لدفتر اليومية اليوم راح نتحدث الطريقة بالعكس يجي لك دفتر يومية عندك دفتر يومية بيقول لك استخرج من دفتر اليومية ما يلي واحد اثنين ثلاثة أربعة أو أي شيء بدك يطلب منك سؤال تفاقنا إنه الطريقة الأولى بيجيك إما بيجيك قيود محاسبية بدك تحولها أو تسجلها لدفتر اليومية أو الطريقة الثانية راح نتحدث فيها اليوم اللي هو الطريقة العكسية مثلا بيجيك سؤال على هذا الشكل بقول لك لديك دفتر يومية مثلا لاحظ مثلا عندك دفتر يومية وما طب تستخرج منه عدة أشياء بعد ما نخلص شباب هذا النوع راح ننتقل للموضوع الثاني والمهم جدا في هذا الفصل اللي هو دفتر الأستاذ إذن عندي أنا قيود تبع معي قيود محاسبية بنحلله بعدين بنسجله في دفتر أو خليحكي اليومية وبعدين من رحله لدفتر الأستاذ من رحله لدفتر الأستاذ طيب خلينا نأخذ هذا السؤال السؤال بيحكي عزيز الطريب إليك دفتر يومية من شركة معينة شركة سين اللي تستخرج من دفتر يومية ما يلي الأصول الثابتة وركز لعكلمة الثابتة في بداية النشاط شوفي شغلتين مهمات عندك أول إشي الأصول الثابتة وفي بداية النشاط في بداية النشاط خلينا نشوف لو قرأنا السؤال معنا فيه وطلعنا على الجدول الجدول مثل ما أنت شايف في عندك مكوّن من عدة أشياء مهمة عندك القيد الأول القيد الثاني الثالث الرابع عندك أربع قيود انتفقنا بده السؤال مكتوب في بداية النشاط معناته بروح على إشي اسمه على إشي اسمه رأس المال رأس المال هو دائما بداية النشاط ما أجي بحلل رأس المال دائما وأبدا طرف دائن الطرف المدين إما بكون بسيط أو مركب هون عندي مركب من مذكورين حساب صندوق حساب أو أجهزة حاسوب وأثاف مطلوب استخراج الأصول الثابتة وإحنا بنعرف أن الأصول عدة أنواع منها ثابتة منها متداولة إلى آخره يعني انتفقنا إلى آخره عدة أنواع نتكلمنا فيها الحصة الأولى لازم نكون عارفها طيب الآن في طبيعة السؤال بيقول لك الأصول الثابتة معناته أنا بدي أصنف هاي لأصول ثابتة وأصول غير ثابتة أو أصول متداولة الصندوق أصل متداول الأجهزة الحاسوب أصل ثابت الأثاث أصل ثابت لو في سيارات أصل ثابت لو في مباني أصل ثابت انتفقنا إذن جواب السؤال الأول الأصول الثابتة في بداية النشاط هي الأجهزة الحاسوب والأثاث انتفقنا خلصنا من السؤال الأول مصروفات الشركة من تاريخ إلى تاريخ وهاي مهم جدا تركز على التاريخ يا شباب ماشي تركز على التاريخ يجب أقول لك أنا بدي من تاريخ واحد ثمانية لتاريخ واحد ثلاثين ثمانية باجع على الجدول تبعي أو دفتر اليومية بمناسبة هذا اسمه دفتر يومية واحد ثمانية لا سبعة وشين ثمانية لا الفترة عندي لواحد ثلاثين ثمانية معنات لنهاية الشهر لو ما ذكره أو مش موجودك تعرف إنه هذا كله مشمول طيب شو المطلوب منه مصروفات مصروفات باجع بقرأ قيد قيد في مصريف هون ما فيه في عندي مصريف هون لا في عندي مصريف أكيد باجع بحط علامة في عندي مصريف هون طبعا ما فيه إذا مصروف إيجار المكتب اللي هي قيد رقم ثلاثة كم بيكلف عندي شباب خمسمائة دينار خمسمائة دينار تمام؟ تمام لو في عندي رواتب باجع بحكي مثلا رواتب ألفين باجع بحكي خمسمائة زائد ألفين ماشي؟ ويساوي مثلا عندك ألفين وخمسمائة هذا لو في حالة إنه في عندي مصريف طيب لو في عندي كمان أنا مصريف تلفونات اتصالات شركة كهرباء إلى آخره بتضيفها ماشي؟ طيب فرع ثلاث بيقول لك عمليات أشراء بالآجل عمليات شراء بالآجل ماشي؟ أنا لما أشتري بالعادة شباب وبين التفاصيل وكيفية الدفع أنا بالعادة شباب لما بدي أشتري ماشي؟ البضاعة عندي بتزيد البضاعة عندي بتزيد معناته الشراء بصير القيد من مشتريات خنحكي ومنفصل شو هذه المشتريات إلى إيه الشباب؟ إلى ذمم دائنة أو بتجي تحكي اسم الشركة اسم الشركة مندور هون في الجدول عندي مندور وين في اسم شركة؟ وين في كلمة اسمها ذمم؟ يعني أنت بتدور يا إما ذمم ماشي؟ أو بتدور على اسم شركة انتفقنا؟ في طبيعة هذه الأسئلة باجي بحكي هون في عندي ذمم؟ ما فيه هون في عندي ذمم؟ أكيد ما فيه هون في عندي ذمم؟ كلمة ذمم أو اسم شركة ما فيه باجي هون في عندي كلمة ذمم؟ لا بس في عندي إيه شباب؟ شركة فراس شركة فرس قلنا يا إما بتكتب ذمم دائنة لأنها في طرف الدائن صح أو اسم الشركة عمليات شراء بالآجل أو البيع بالآجل تذكر إما ذمم أو إيه الشباب اسم شركة سواء كان ذمم دائنة أو مدينة اللي كانت عمليات البيع أو شراء أو اسم الشركة أنا عندي هون مذكور اسم شركة اللي هي إيش اسم شركتنا شركة فرس طيب حلو حددنا أول جزء شركة فرس أيوة بقول لك مبينا تفاصيل وكيف تدفع مبينا تفاصيل وكيف تدفع تيجي بتحكي أنت أنا عندي شركة فرس تم شراء الشباب أراضي من حساب أراضي إذن القيد التبعي هو قديش 7000 شراء أراضي بقيمة كم 7000 دينار خلصنا أول جزء عملية شراء بالأجل تفاصيل وكيفية الدفع كيف فصلنا هنا الدفع نصهم بالبنك ونصهم إيش على الحساب حيث تم الدفع الدفع تم الدفع 3500 ما لهم بنك بشكل بنكي يعني أو عن طريق البنك هاي ها والجزء الثاني 3500 دمم أو بنيش تحكي على الحساب ماشي على الحساب بالأجل اتفقنا هاي خلصنا سؤال ثلاث نيجي دفع أربعة حقوق الملكية حقوق الملكية والكل بيعرف دائما شباب أنا دائما بحكي بحسطي وين ما ذكرت حقوق ملكية يعرف إنه في رأس المال وين ما ذكرت حقوق ملكية معناته إيه شباب عندك رأس مال عندك رأس مال باجي بحكي أنا رأس المال كم عندي هنا 18000 دينار إذن حقوق الملكية عندي أنا رأس المال رأس مال بقيمة 18000 دينار وهيك شباب إحنا منكون خلصنا النوع الثاني من عمليات دفتر أو التسجيل في دفتر اليومية إذن الطريقة الأولى حكينا بيجي قيد بدك تفنده هذا القيد تحلله وتكتب لي في هذا الدفتر هذا الطريقة الأولى طريقة الثانية لا بيجيك دفتر كامل أو ورقة من دفتر أو صفحة من دفتر أو جزء وبقول لك استخرج لي منه واحد اثنين ثلاث اربعة خمس أشياء اللي هو مثلا طالبه منك الأستاذ أو السؤال شباب أنا دائما نصيحة دائما بقولها للطلابي يا حبايبي كبر عقلك وحل بتأني بتأني حلل السؤال إنه تحليل السؤال في مثل هذه الأنواع أو في مثل هذه المواد هي خنحكي 90% من الحل إذا ما عرفت تحلل ما راح تعرفت حل ماشي اليوم راح ننتقل للجزء الثاني من خنحكي موضوعنا اللي هو دفتر الأستاذ دفتر الأستاذ طبعا دفتر الأستاذ مثل ما حكينا إحنا هو عبارة عن خنحكي سجل نرحل إليه جميع حركات دفتر اليومية طبعا هذا السجل عبارة عن صفحة خاصة بكل حساب على حدة يعني أنا عندي صفحة خاصة بالصندوق صفحة خاصة بأجهزة الحاسوب بالأثاث برأس المال إلى آخره طب شو الفادي منه الفادي منه أنا أعرف خنحكي رصيد كل حساب يعني الصندوق قديش عندي ظل صندوق عندي أنا في نهاية المطاف كم عندي أنا في البنك قديش أنا عندي مصاريف قديش عندي التزامات هذا وظيفة دفتر أستاذ خلينا نشوف بس شباب الجواب تبع سؤالنا هذا تبعي علي شايفين أصول الثابتة خمس تلاف وعشر تلاف خمس تلاف أجهزة حاسوب أو أثاث وأجهزة حاسوب عشر تلاف المصروفات تبعت طبعا أكيد خمسمائة دينار وشراء الأراضي مثل ما حكينا سبعة تلاف أراضي وتم دفع ثلاث تلاف خمسمائة نص عن طريق البنك ونص بالدين وحقوق الملكية اللي هي رأس المال لاحظ عندي الشباب أنا عندي هون هذا دفتر اليومي لاخدناه الحسة الماضية الحسة الماضية هذا عبارة عن دفتر يومية دفتر يومية إذن بالعادي بيجيك الفرع الثاني بيجيك خلا نحكي دفتر يومي بيقولك استخرج من دفتر يومية ما يلي انتفقنا يلا المرحلة الثانية هي دفتر الأستاذ شباب مثل ما قلت قبل شوية أنا دفتر الأستاذ كتعرفه بيجيك سؤال عرف معنا دفتر الأستاذ أو دفتر يومي لآخره هو سجل ترحل إليه جميع حركات دفتر يومية إلى صفحة خاصة بكل حساب إذن هو بيجي بعد دفتر إليه يومية إذن أنا بحلل بعمل دفتر يومية يعني بسجل فيه دفتر يومية بعدين برحل لدفتر الأستاذ كيف شكله شو بفيدني الآن راح نتكلم طبعا المطلوب منك تعرف الترحيل كلمة شو يعني ترحيل وشي يعني الترصيد وشي يعني تدوير اتفقنا الترحيل شباب مطلوب منك هالك الكلمات راح تعرفها انت طبعا راح نقذها في هذه الحصة راح يذكر كلمة ترحيل يذكر كلمة ترصيد لازم تعرف معناها الترحيل نقل خنحكي الطرفي القيد المدينة والدائن من دفتر يومية إلى صفحة مقصصة لكل حساب في دفتر أستاذ ماشي يعني أنا بفتح خنحكي مش عدي مدينة ودائن بفتح له صفحة خاصة فيه انتفقنا كيف هسا راح نعرف الترصيد باختصار انه أنا اساوي الطرفين استخراج نتيج العمليات المالية التي أثرت في الحساب وذلك بيجاد فرق بين الطرف المدين والطرف الدائن في الحساب فيما يمثل ترخيص لما أثرت في الحساب يعني مثلا أنا عندي طرف مدين خمس تلاف وعندي طرف مدين دائن ست تلاف الفرق بيناتهم ألف بضيفه على الطرف المدين حتى الساوي عندي ست تلاف بست تلاف وبعدين بدور بدور انه أنا بنقل اللي خانيحكي اللي رصيد المتبقي لا الشهر الجاي او لو السنة الجاي هذا الحكي شباب ما رح تفهم وما رح تستوعبه الا بالأمثلة الا بالأمثلة لكن مش غلط انك تفهم المعنى يعني يجيك مثلا سؤال عرف معنى الترحيل عرف معنى الترصيد عرف معنى دفتر الأستاذ شباب في ملاحظة لما أجأ أقول لك أنا صور لي دفتر او صور لي حساب الصندوق التصوير معناته عبارة عن ترحيل وترصيد بشملهم مع بعض ترحيل عبارة عن ترحيل وترصيد طيب الآن عملية خليحكي نقل القيود المحاسبية من دفتر يومية لدفتر الأستاذ في عدة مراحل بمر فيها عدة مراحل ماشي ايش هي هذه المراحل احفظها شباب حفظ او فهمها فهم ماشي يا شباب اذا حكينا الترحيل زائد الترصيد وسمى التصوير طيب هاي ملاحظة مهمة جدا خلينا نشوف نرجع شباب للمراحل اللي اللي بمر فيها خانيحكي تزيل من دفتر يومية لا ترحيله لدفتر خانيحكي الأستاذ لدفتر الأستاذ يارا طبعا شباب اوش من حد القيد اليومي مراد ترحيله لدفتر الأستاذ مثلا مثلا صندوق كان بنك كان رأس مال بعدين منخصص الصفحتين دفتر الأستاذ لطرفين قيد يعني منحط خانيحكي القيد مثلا الصندوق حساب الصندوق ومنخصص له طرفين طرف مدين ورمزه ايه شباب منه ودائن هسا راح نتحدث بالتفاصيل بس هذا على السريع يعني احنا راح نمر عليه حتى تقدر تستوعبش يعني شو اللي بيصير بعدين شباب ترحيل الطرف المدين من القيد لطرف المدين الحساب نفسه مع القيمة في دفتر أستاذ شباب يعني لو قرأناهم ما راح تستوعب هذا اللي حكي هذا وحفظهم حفظ ماشي الحل هو اللي بيسهل عليك عملية الحفظ ماشي الحل هو اللي بيسهل عليك عملية الحفظ لذلك انت المطلوب منك الان تحفظ المراحل هاي تحفظهم حفظ وعندك الحل الان راح نتكلم فيه الحل راح نتكلم فيه راح ناخد مسائل واهية ومسائل كبيرة ان شاء الله تسهل عليك عملية خليحكي الفهم والحفظ اتفقنا إذن مطلوب منك في هذا السلايد تعرف المفاهيم تحفظها شعال الترحيل شعال الترصيد شعال دفتر أستاذ شو الخطوات اللي بمر فيها نقل القيد محاسم من دفتر يومي لدفتر أستاذ بالإضافة لشباب خطوات اللازمة لعملية الترصيد الترصيد بعدين شباب في نقاط مهمة جدا لازم تعرفها في هذا السلايد إنه الترحيل والترصيد يسمى تصوير والحساب المقفل هو الحساب الذي تتساوى فيه طرفين حساب يعني كان عندي مدينة دائن 6000 و6000 معناته حساب مقفل إذا كان 6000 و5000 أو 5000 و6000 أو في فارق بناتهم معناته هذا الحساب مفتوح حساب مفتوح يعني ما سكرت أو ما قفلت أنا حسابي اتفقنا طبعا هذا السلايد أنا بعرف فيه أشياء يعني يحفظ كثير يحفظها لكن الحل هو اللي راح شباب اللي راح يثبت لك ويسهل عليك عملية الفهم نأخذ شباب الشكل الدفتر العام أو الدفتر للأستاذ العام الكتاب شوف الكتاب شو مطلوب منك بيجي بقول لك دفتر الأستاذ عبارة عن جزئين مثلا هنا عندي أنا خانيحكي على سبيل مثال هنا قيد المحاسبي واحد ماشي اللي هو مثلا خانيحكي بنك على سبيل مثال أو صندوق بالجزء للجزئين منه وله المنه هذا الطرف مدين وله طرف دائم هذا الشكل العام داخل البيان من حساب إلى حساب طبعا منهم بيجي هون تحتيه العكس إلى حساب إلى حساب دائما طرف دائم تحتيه والطرف الدائم دائما تحتيه إيش؟ طرف مدين إذن منه بيجي البيان إلى حساب مثلا مشتريات على سبيل المثال والتاريخ لا تنساه والمبلغ لا تنساه برضو كذلك الأمر عندك الطرف الثاني الدائم بيجي تحتيه شباب الطرف المدين طبعا هذا الحكي ما رح تفهمه ما رح تفهمه ليش لأنه ما في أمثلة تحلها لكن أنا بحكي بشكل عام بس نحل رح تفهم الحكي اللي أنا بحكيه الآن لكن مطلوب منك تعرف الشكل العام الشكل العام طبعا الطرف الدائم بيجي تحتيه طرف مدين ماشي؟ حكينا مثلا هون من حساب بنك إلى حساب مشتريات أو إلى حساب بنك إلى طرف مثلا خليحكي إيش مكان العملية الثانية انتفقنا إذن الشكل العام الشكل العام بيجي عندك الحساب تبعي اللي أنا مطلوب مني أصوره أو التصوير حكينا عبارة عن ترحيل وتدوير ترصيد انتفقنا أيها نسلايد القابل إذا حكينا الشباب الترحيل والترصيد يسمى التصوير إذن ما أجب أحكي لك تصور لي حساب الصندوق تيجي تحكي لي تذكر لي ترحيل وترصيد يعني بترحيل إيام الدفتر اليومية وترصيد إيام في دفتر الأستاذ طب وين دفتر الأستاذ تبعي؟ هذا دفتر الأستاذ كيف شكل العام؟ وعبارة عن حرف لو لاحظت حرف ت حرف ت في طرف مدين وطرف دائن طرف دائن ضرورة تفهم هذا الشكل العام الطرف المدين في عندي أنا مبلغ بيان تاريخ والطرف الدائن عندي مبلغ بيان تاريخ اختصرنا إحنا للسهولة الحل للشكل الثاني اللي هو هذا الشكل شباب بيجي عندي أنا الحساب فيه عندك طرف مدين وطرف دائن الطرف المدين بكتب أنا هون الجزء الدائن والطرف الدائل بكتب أنا الجزء المدين هذا الشكل العام لدفتر وسائل نأخذ الحل نأخذ بل الشباب الحل بيجي عندك فيما يأتي صفحة رقم واحد من صفحة دفتر يومية العام لمؤسس الخيارات أكثر التعليمية هذا الشكل العام لأسئلة برجاء بعيد الأسئلة بتجيك كالآتي بيجي عندك فيما يلي صفحة رقم واحد من صفحات دفتر يومية يعني بيجيك دفتر يومية وبطلوب تصميم صفحة الأستاذ تصميم صفحات الأستاذ هذه الصفحة بدك تصممها إما الشكل اللي قبل حكينا فيه قبل شوية هذا أو الشكل هذا انتم المطلوبينكوا هذا الشكل الشكل اللي دفتر أستاذ هذا اللي يتضمى المبلغ طبعا المبلغ والبيان والتاريخ طبعا هو نفس الإشي بس أنا مش ضائف له تاريخي هناك ماشي يعني أنت بس تبلش تحل عادي بتحل على هذا الأساس انتفقنا لأنه أنا هون أسهل لإلي وأسرع لإلي حتى تفهم شو اللي بيصير حوليك إذا برجع بقول تصميم صفحة الأستاذ ترحيل وترصيد معناته تصوير شباب معناته تصوير بدنا نرحل القيد من خلينا نحكي دفتر يومية إلى دفتر إيش إلى دفتر سوري بدنا نرحله إلى دفتر إيش الأستاذ ترصيد حساب البنك هسراح نأخذ شيء عن الترصيد وتدوير حساب البنك للشهر المقبل شباب الموضوع سهل نأخذ الدفتر هذا الدفتر الآن بلش الحل وراح تستوعب كل شيء بحكيه ماشي السؤال بقول لك تصميم صفحة الأستاذ لحساب البنك لحساب البنك طبعا أنا راح أخذ جميع الحسابات عندك القيد فيه عندك حساب صندوق حساب بنك القيد رقم 2 عندك كم القيد عندك هون شباب تتبع عليه بلش الصح أو بلش حتى تستوعب الإشي اللي حكيته قبل لازم تفهم الحل 2 3 4 عندي 4 قيود محاسة حسابية أو محاسبية طيب يجي عندك القيد الأول مكون من طرف مدين ودائن من حساب صندوق إلى حساب بنك إذن أنا في عندي حساب صندوق وحساب بنك هنا شو في عندي كمان حساب مشتريات وحساب بنك والعملية رقم 3 عندي حساب بنك وحساب صندوق والعملية رقم 4 عندي حساب بنك وحساب رأس المال إذن هاي عبارة عن ثمن حسابات ثمن حسابات انتفقنا؟ ماشي. مبدئيا خلينا نتفق على ثمانة حسابات. مبدئيا. بالسؤال بيقول لك تصميم صفحة أستاذ لحساب البنك. لاحظ. حتى نفهم نرجع لورا. تصميم صفحة أستاذ لحساب البنك. ما قال صندوق. ما قال مشتريات. حكا حساب بنك. طبعا. بيجي بيقول لك ترحيل وترصيد معنى تصوير. المكان يختصر. اثنين وثلاثة بيقول لك مع تصوير حساب البنك. شو بتساوي الحل. طرع الحل ما أسهله. يعني أنا يعني انسى الحكي الكثير اللي صار. لكن الحل أسهل منه ما فيه. شو بتساوي. تيجي تحكي. كالآتي. مطلوب تصوير حساب البنك. معناته. ترصيد. ترحيل يا ربي. ماشي. وترصيد. شوف هذا الشكل. هاي خط ورا هذا السؤال رقم واحد. وتصميم الصفحة. الان ترحيل وترصيد عبارة عن تصوير. شو بتساوي. تيجي تحكي حرف ت. هاي. والمطلوب حساب البنك. اكتب حساب بنك. شكل العام. ماشي. بعدين نمسك القيد قيد. ناخد رقم واحد. كيف نقرؤه. تيجي تحكي. تيجي تحكي البنك عندي. الى حساب بنك. طب. انا. كيف بقرؤه هون. الى حساب بنك. شايف. لانه طرف دائن شباب هون. انتفقنا. الى حساب بنك. شوف كيف قرأته. الى حساب بنك. طب. هذا الجزء الاول. مش حكيه بتكون الحسابين. طب. الجزء الثاني. وين بكتبه. بكتبه هون ولا هون. بجي بحكي لك الطرف الدائن تحتيه مدين. انتفقنا. الى حساب بنك. معناته من حساب صندوق. صندوق. هذا البيان تبعنا. ماشي. طيب. برجع بعيد. القيد رقم واحد. انا عندي. قيد رقم واحد. انا عندي الى حساب بنك. الى حساب بنك. معناته انا الى حساب بنك. بقرؤه هون انا عندي في دفتر الاستاذ. الى حساب بنك. طيب. خلصنا من هون. الجزء الاول. الجزء الثاني ظل مستحيل اتركه فاضي. من حساب صندوق. بكتبه في هذه الجهة ولا في هذه الجهة ده. في هذه الجهة. بكتبه في الجهة الثانية. جهة الدائن. انا قلت الى حساب بنك. من حساب صندوق. بيجي القيد عندي انا من حساب صندوق الى حساب بنك. معناته المبلغ خمس تلاف دينار. خمس تلاف دينار. خلصنا اول واحد. شطبناه. اتفقنا لأخذ الثاني يلا من حساب مشتريات إلى حساب بنك طبعا أنا بأخذ البنك وين في كلمة بنك لازم إيه الشباب أكتبه هون أصوره اتفقنا أصور يعني أرحله وأرصده يلا لأخذ رقم اثنين رقم اثنين بقول لك إلى حساب بنك شوف كيف قرأته إلى حساب بنك معناته أنا هاي الجهة ما بقرب عليها لسه شغلي هون له في طرف الدائن إلى حساب بنك شو الطرف الثاني من حساب مشتريات بلشت الأمور توضح صح بلشت الأمور توضح هذا البيان شو المبلغ تبعي أربع تلاف دينار ما بروح هنا بروح هنا شباب أربع تلاف دينار هاي خلصنا رقم اثنين خلصناها يجي رقم ثلاث من حساب بنك إلى حساب صندوق من حساب إذا أنا شغلي وين في الطرف المدين من حساب معناته هون من حساب بنك طرف الثاني إلى حساب صندوق إلى حساب صندوق صندوق إلى حساب صندوق كم المبلغ ألف دينار واخد عملية الثالثة أو الأخيرة رابعة من حساب بنك إلى حساب رأس مال أنا باشتغل على الجهة اليمين جهة المدين من حساب بنك إلى حساب رأس مال إذا باش بكتب إلى حساب رأس مال كم المبلغ خمس تلاف دينار تبع علي تتذكروا قبل شو كنت تحكي يعني في دفتر أستاذ كنت تحكي الطرف المدين تحتيه دائن تبعي الطرف المدين شو تحتيه دائما دائن شوف دائن والطرف الدائن تحتيه طرف مدين هسا وضحت شو يعني الحكيات قبل شوي ماشي إذا قليت الحل القراءتك للسؤال هي بتحل السؤال باجي بحكي أنا هون شوف تلع هون طرف دائن إلى حساب بنك معناه الطرف الثاني من حساب صندوق وين أكتبه هون ولا هون باجي بأكتبه هون إلى حساب بنك من حساب صندوق أنا باشتغل على هذه الجهة هذه الجهة لسه ما قربتها ما قربت عليها اتفقنا فباختصار هحنا هيك سوينا تصوير لحساب البنك طيب حلو خلص السؤال لا ما خلص الآن بدي أرصد بدي أوجد الفروق شو بتعمل بتعمل خط هيك وخط هيك حلو حلو يلا باجي بحسي مبلغ ألف زائد خمسة كم ألف زائد خمسة كم من شباب ستة لاف مبلغ أين ستة لاف لا تكتب أحفظها خمسة زائد أربعة تسع تلاف أنا بأخذ الرقم الكبير وبكتبه تحت تسع تلاف تسع تلاف ماشي يا شباب مبلغ الكبير ما إلي في المبلغ الصغير هنا ستة لاف هنا تسع تلاف إذن أنا بأخذ المبلغ الكبير تسع تلاف حلو حلو بعدين باجي بأخذ الفروقات بناتهم الآن كم بدي أنا هون حتى أصل لتسع تلاف بدي ثلاث تلاف دينار ثلاث تلاف دينار ماشي ثلاث تلاف دينار كتبناهم باللغة الإنجليزية ماشي يلا برجع بحكي ثلاث تلاف دينار أنا عبتزت هون عندي احتجت ثلاث تلاف دينار رصيد قلنا شباب هون إيش دائن نكتب دائن هذا ما نسوي إحنا رصيد دائن تبعنا باجي بحط عليه دائرة وسهم وحطه تحت الرصيد هذا باجي بقيت ثلاث تلاف دينار هيقرى الصدمة وهاي العملية اسمها تدوير هذا اسمه رصيد مدور وصلت يا شباب وصلت الآن المطلوب عندك في الدوسية هذا هو السؤال أنا راح نسوي لك الآن الصندوق والمشتريات ورأس المال راح كل واحد نحله على حدة موضوع سهل الموضوع سهل انتبه معاي على السؤال الثاني خلي نشوف هنا بس الحل هذا الحل هذا هو الحل تبعنا ماشي يب نشوف السؤال البعدي تصوير حساب الصندوق تصوير حساب صندوق معلاته أنا ما إلي في البنك ولا إلي في المشتريات إلي أنا في الصندوق وفي صندوق لازم أنت تعمله إيش الخطوات اللي سوناها قبل إيش شوي شو بتعمل باجي بحكي من حساب صندوق طبعا عندي هون صندوق عندي هون صندوق هذول مسألتين ما إلي فيهم ماشي ما ليش فيهم ومش مذكور عندي حساب صندوق عندي أنا هذا القيد في حساب صندوق حساب بنك البنك سويناه قبل شوي وهون سويناها قبل شوي البنك وسوينا البنك وسوينا البنك عندي أربع مسائل أربعة معناته أربع قيود أنا عندي هون تفقناه أيوة في هذا السؤال مطلوب تصوير حساب الصندوق تصوير حساب الصندوق هذا أسهل عليك من المثال شو بتعمل تطلع القيود هل هون مذكور صندوق نعم مذكور بلزمني هون مذكور لا هون مذكور طبعا بلزمني هون مذكور لا إذن أنا عندي واحد اثنين شو بمسك أول عملية حسابية من حساب صندوق كيب أقرأه هون باجي بسمم دفتر أستاذ عبارة عن حرف T وبكتب اسم الحساب تبعي والطرف المدين والطرف اللاعم بسيط جدا شباب بالإضافة بس خالص تكتب التاريخ وتكتب أي شباب المبلغ طبعا أنت هون هلا بفرق عني قبل وهلا فيش فيش عليه تاريخ أنا بساوي لا السرعة شو بتعمل يلا من حساب صندوق من حساب من هذا الطرف لهذا الطرف إذن أنا على هذه الجهة شغال هذه ما إلي فيها بالمرة ما إلي فيها يلا أول عملية من حساب صندوق إلى حساب بنك هيا باجي بكتب إلى حساب بنك من حساب صندوق إلى حساب بنك كامل المبلغ خمسة ألاف دينار نكتب العربية المرة أسهل لنا يلا دوقت العملية الثانية هون مش مطلوب معي نقطة عملي الثانية الى حساب صندوق هيها السهم على هاي المنطقة الى حساب صندوق هون موجه نشغلنا هذي ما اللي فيها الى حساب صندوق طب الجزء الثاني مش حقينا فيه جزء اين عندك اللي هو الطرف المدين اللي بنكتبه عند الطرف الدائن اذا الى حساب صندوق من حساب بنك من حساب بنك هيك خلصنا شباب الترحيل ماشي من حساب بنك بدنا نرصد شو بنساوي بالترصيد بتعمل خط حتى نشوف المجموع قديش طبعا هون البنك الف دينار يلا بنعمل خط المبلغ الكبير هون عندي خمسة وهذا المبلغ الصغير بكتب المبلغ الكبير خمس تلاف دينار وهون خمس تلاف دينار باج عندي المبلغ الصغير قديش بدي حتى اصل خمس تلاف باجي بحكي انا بدي تقريبا اربع تلاف دينار بدي اربع تلاف دينار بأي طرف بطرف ايش هذا شباب هو أنا دام نكتب طоров مدين مستحيل وهنا نكتب دائم اذا هذا رصيد مدين رصيد مدين او مراحل او منقول خلينا هون نفس الاشي شباب رصيد مدين حكينا تحت الطرف الدائن ما بنكتبش داما الا مدين وتحت الطرف المدين دائما بيجي عنده هون كله ايش دائن تفقنا هاي هاي قاعدة يلا اذا هون رصدنا اوجدنا الفروقات خمس تلاف مش بحاجة ليس اصلا هي اكبر اشي الالف بحاجة لاربع تلاف هذي الاربع تلاف شباب لرصيد مدين خلصنا لا ما خلصنا الان بدنا ندور تدوير الحساب اللي هو انا بمسك المبلغ هذا الاربع تلاف الرصيد المدين وباجي باكتبه بالاخير هون باجي باكتب اربع تلاف وباجي باكتب رصيد مدور للشهر الجاي للسنة الجاي الى اخرين مدور صعب يا شباب هاي خلصنا هيك قد تعلمت السؤال كامله اتفقنا ناخد احنا شباب المشتريات الان يلا ناخد الحل شايف زي ما حكينا خمس تلاف الى حساب بنك وعشر تلاف او الف اه الى بنك مثل ما عملنا هون شباب هيا هيا العملية حكينا الصندوق من حساب صندوق الى حساب بنك والى حساب صندوق من حساب بنك ناخد السؤال الثاني تصوير حساب دفتر المشتريات دفتر المشتريات يلا شباب سهل جدا العملية بس هون مذكور مشتريات مش مذكور ما بهمنيش هنا مش مذكوره مش مذكور انا بهمني هذا الطرف او هذا القيد يلا ارتبط على السريع من حساب مشتريات وينه الجهة المعنية هذه الجهة هاي ما الى فيها فيها منحساب مشتريات هيك بقرها من حساب مشتريات اذا انا شغلي هون شغلي مش في هذه الجهة شغلي بطرف المدين. من حساب مشتريات هي اول والجزء والجزء الثاني الى حساب بنك الى حساب بنك يعني خلص سؤال قديش الحساب بنك عندي 4000 حلو في مشتريات ثانية ما في الشي باجي بكتب كالآتي الآن بدي أرصد سجل رحلنا يا ربي صح رحلنا لدفتر الأستاذ هذا دفتر يومي في المناسبة رحلنا لدفتر الأستاذ بعدين بدنا نرصد يرى 4000 المبلغ الكبير وهنا يا شباب قديش 4000 يرى هنا قديش عندي صفر قديش بدي حتى أصل 4000 بدي 4000 دينار يعني بالعربي بدي أساوي أنا بدي أساوي الأجزاء 4000 4000 هنا ماشيين 4000 زائد صفر يساوي 4000 صفر زائد 4000 يساوي 4000 وصلت فكرة هاي هي الفكرة طيب أسأل سؤال هذا الجزء يسمى رصيد مدين ولا دائن هذا هذا الضفنة يسمى رصيد حكينا شباب الجيها هاي دائنة نكتب في داخلها إيش؟ مدين فقط القيود المدينة أي إيش بتعلق في المدينة ماشي؟ يلا بعدين بتمسك الأربعة تلاف آسف في نقطة هون بتمسك الأربعة تلاف في نقطة هون بتمسك الأربعة تلاف تحطها تحت شو بسيد؟ رصيد مدور رصيد مدور صعبة وهي أخذت علامة السؤال ولا أسهل منها يلا نأخذ القيد البعدي هل هو شباب خلصنا صندوق خلصنا البنك والمشتريات ضل الرأس المال يلا نأخذ الرأس المال شايفين الحل؟ يلا رأس المال كالآتي تصوير حساب رأس المال والعادة رأس المال بيكون يعني بسيط جدا شو بتعمل؟ يام رأس المال يسيدنا العزيز شو بتسوي؟ تيجي تحكي بتقرأ وقرأ إلى حساب رأس المال معناته أنا هون شغال إلى حساب رأس المال إذن إلى حساب طب من وين؟ من حساب بنك هذا السبب يعني من حساب بنك من حساب بنك لأن هذا الطرف المرأة المليون بيجي تحتيها طرف مدين كم المبلغ؟ خمس تلاف خمس تلاف تفقنا هون في مبالغ في رأس المال ثاني طبعا لا يلا بصد خمس تلاف وهون خمس تلاف كم بدي أنا هون حتى أصل خمس تلاف بدي خمس تلاف دينا لأننا بدي سويهم ماشي بدي سويهم هذا الجزء مع هذا الجزء ماشي حكينا الصفر زائد خمس تلاف خمس تلاف خمس تلاف زائد صفر خمس تلاف يلا هذا الرصيد برجع بحكي اسمه رصيد شو ماله؟ مدين ولا دائن؟ عنده فوق مدين معنة هذا الرصيد دائن دائن رصيد دائن بعدين بمسك هذا الرصيد سهم صغير بحطه هون خمس تلاف ويسمى رصيد مدور رصيد مدور ناخد الحل هذا الحل تبعنا امسك رصيد مدور شباب الموضيع سهلة الموضيع سهلة بتمنى بتمنى منك انك انت تحل بكل روية وبكل تأني وتبع على طريقتي انا كيف قرأت السؤال كيف برحل او كيف انا برحل من دفتر اليومي له هذا هسا رح أعطيكم مثال اوضح من هذا كيف برحل من هذا المثال من دفتر يومي لدفتر ايش الأستاذ كيف طريق القراءة من حساب صندوق معناته انا بقرف هاي الجهة من حساب صندوق معناته ايش لازم تسجل هون شوف عندي رأس المال الى حساب رأس المال معناته هاي الجهة انا شغال فيها ماشي خلينا شوف السؤال بعدي يل السؤال بعدي فيما يأتي صفحة رقم اثنين الى آخره شوف الصفحة هذه صفحة صفحة ايش يومية صفحة دفتر اليومية طبعا في عندي انا نوع المستند الشيء جديد عليكم صرف وقب وقب خلينا نحكي صرف وقب اتفقنا المطلوب منك تصميم صفحة الاستاذ يعني تسوي لحرفة ت هذا اللي احنا كنا نحكي فيه قبل شوي اتفقنا تصميم صفحة الاستاذ بعدين شو تسوي بعمل تصمم صفحة الاستاذ ترحيل قيود حكينا وترصيدها شو اسمها تصوير يعني بده بالعادة تصوير حساب الصندوق يعني حكينا الترحيل وترصيد عبارة عن تصوير اختصار وطبعا هنا ذاك رسول ما رأيك بالرصيد الناتج على اللي جابتك يعني شوضا هذا المظهر لاحظة عندي هنا هذا دفتر يومية لو اخذه هون يلا دفتر اليومية بيجي بقول لك تصوير حساب الصندوق باجي بدون وين في عندي الصندوق أنا في عندي هون صندوق في عندي هون صندوق في عندي هون صندوق لذن في عندي ثلاث قيود خاسر عندي ثلاث قيود يلا بعمسك الأول من أو إلى حساب صندوق باجي بحكي إلى حساب خلنى كتبه كتابي شباب لنها بيدا كتاب يلا باجي بحكي إلى إلى حساب آسف هنا إلى حساب هيا إلى حساب صندوق إذا من حساب من حساب مشتريات. حكينا الى حساب صندوق من حساب مشتريات. يلا. من حساب مشتريات. مشتريات. لاحظ عندي هنا صرف نوع المستند بتذكره. نوع المستند بتجي تحكي صرف ماشي ورقم مستند خمس وثلاثين. يعني صرف خمس وثلاثين. هذا جديد عليكم. انتفقناه. وبالاضافة بتكتب ايش? التاريخ. اذا. من حساب مشتريات. كيف قرأناه هي. طرح كيف قرأناه. كيف قرأناه. حكينا الصندوق عندي هون. عندي طرف مدينة وطرف دائن. الصندوق الى حساب صندوق. هيها. الى حساب صندوق. الطرف الثاني مشتريات. من حساب مشتريات. بس هيك لا. بس عندك دفتر يوميك. في عندك تفاصيل ثانية. ماشي. نوع الصرف. او نوع الصندوق. او نوع العملية. او نوع المستند. ماشي. رقم المستند. تاريخه. شو بتساوي? عادي. من حساب مشتريات زي ما كنا سوي قبل. بتضيف عليها نوع المستند ورقمه. والتاريخ. يعني هذا شافين هاد. ثلاث حقول. بدك تكتبهم. صرف خمس وثلاثين. والتاريخ. ماشي. صرف خمس وثلاثين. هيك صرف خمس وثلاثين والتاريخ. عادي. يرى. هذه. شوف. انا خلينا نحله على السريع. اذا اول واحد الى حساب صندوق. من حساب. من حساب. من حساب. خليحكي المشتريات. المشتريات. من حساب المشتريات. بل اشي صرف خمس وثلاثين والتاريخ. عادي يكتبهم عن شباب. شوف اياه. يعني نقولها نقل صرف. صرف. خمس وثلاثين. والتاريخ. اثنين. واحد. الفين. ستة عشر. وصلت. بسي كزي هي. حطة هون. ماشي. المبلغ. الفين وخمسمية. اوكي. مبلغ. الفين وخمسمية. هاي خلصنا اول واحد. ناخذ الثاني. من حساب صندوق. من حساب صندوق. معناته الى حساب مبيعات. نكتب هنا الى حساب مبيعات. الى حساب. الى حساب مبيعات. ماشي. قبض ثلاثة. والتاريخ. نوعه. قبض. رقم ثلاث. والتاريخ تبعنا. تسعة واحد. الفين وستطعش. المبلغ. ثمان تلاف دينار. خلين ثمان تلاف دينار. يا. خلصنا. لسا ما خلصنا. في عندك ايش طرف الثالث. اولا القيد الثالث اللي هو الى حساب صندوق. معناته انا بكتب هون. الى حساب صندوق. الى حساب صندوق. من حساب رواتب. من حساب رواتب عالية. تكتب من حساب رواتب. نوع الصرف. هايو. نوع الصرف. رقم ثمانين. 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 والتاريخ. اتناعش. واحد. الفين وستطاش. المبلغ. الف دينار. طبع. هاي شباب. جاي جنب بعض. لكن. يعني. الاصل. يعني. تبعدهم عن بعض. يلا. الف دينار. خلصنا. السماء خلصنا. الآن من العملية الترسيد. الترسيد كالاتي يا شباب. ترسيد كالاتي. بتعمل هيك سهم. بتعمل هيك سهم. ماشي. شو بتساوي. بتجدي حكي. الفين وخمسمية. و الف ثلاث تلاف خمسمية. طبع. هون عندي انا ثمان تلاف. معناته الكبير هون. باج بكتب ثمان تلاف. دينار. و عنده هون. بكتبها ثمان تلاف دينار. نفسها. هيا. نرصد. ننساوي الطرفين. صح. يعني. خلصنا اول مرحلة. مرحلة. قديش انا. ينقصني هون. حتى اصل ثمان تلاف. طبع. عندي اربع تلاف خمسمية. اربع تلاف. و خمسمية. اجمع لي اياه هدول. الفين و خمسمية. ثلاث تلاف خمسمية. و خمسمية اربع تلاف. و اربع تلاف ثمان تلاف. ماشي. هذا ايش. رصيد. ماله. مدين. تذكروا. مدين. لانه هون تحت الطرف الدائل. وبتمسك هذا المبلغ تحط ليه. على هاد الجهة. يصير عندي هذا ايش. رصيد. مدور. رصيد. مدور. واضح السؤال يا شباب. واضح. انا بتمنى انه انت. يعني تكون افهمت المطلوب منك اليوم في الدرس. درسنا بسيط. درسنا بسيط. اه. نسأل الله يا شباب. التوفيق للجميع. في عندي انا هون تبع علي. في عندي انا هون سؤال. حلو. اختبر نفسك. اه. عندي انا دفتر يومية. و المطلوب منك خليحكي. تصور لي. دفتر خه. الصندوق. احساب الصندوق. و رأس المال. والايجار. والأثاث. واحد. اثنين. ثلاث. اربعة. اربع شغلات شباب مطلوب منك تصورها. مثل ما حكينا. انا لغيت عنك نوع المستند و رقم مستند الى اخره. انتفقناه حتى سهل عليك العملية. اكتب التاريخ. ماشي. يعني نوع المستند صرف او قبض لغيته عنك. لكن هو مطلوب منك. انتفقناه. اه. اه. يعني موضوعنا ان شاء الله يكون سهل عليكم. اه. اذا انتبهت معاي من البداية و ركزت. يعني راح تجيب العلامة كاملة. ماشي. نسأل الله التوفيق للجميع لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.